بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين سلام عليكم متابعين ومتابعاتي حبايب قلبي شونكم أخباركم إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم وأتمنى يشتركون بيها يفعلون خاصية الجرس يضغطون على اللايك وأكون ممنونة من عدكم وانطيكم قلب آني هذا يعني سيت لازم أقول قبلها قبل ما أقول ممنونة من عدكم لازم أقول وانطيكم قلب آني شوفوا حبايبي هذه كبة تمن بصدر الدجاج هاي أم أماني فتحت واحدة من الكبايات تشوفونها مقرمشة الكبة طبعا ومو هسه همبلشته يعني سبحان الله ما دي ليش ما نزلتهم هالفديوهات اثنين مال الباجلة ومال تل هذا الكبة مال تمن أم أماني خلت تمن وكوب عدس ويت من خلطته وهذا صدر دجاج وشحم مال إليه تخلي وياه بس أول مرة بس أول مرة ثرمة الشحمة الإليه يعني بل إيدي نثرم أطيب يصيراني وقول يعني الكبة بل إيدي ذات نثرم بعد أطيب بس مقرات يعني مثل مستعجلة عليها تثرمينها بمحاضرة الطعام والله مو محاضرة الطعام هذا الشي اسمها المكين اللي مترامة اللحم يعني يسمونها هنا بديت هدار التمن على متى نعجنه شوفون عزيزاتي الغاليات طبعا أنا أعجنه بل شي اسمها مترامة اللحم يعني مترامة اللحم يعني يطلع يعني يفد مرة يصير ناعم وعجنته يعني ماكو داعة عجنها يبديش بس لميها وقومي كبكوبي هنا أماني سوت الصدر مال الدجاج ثرمت بيدها وأني جبت البصل تأثر محاضرة الطعام يعني شوف انترها البصلات صغار مو شوف انني يعني شثيرات البصلات صغار يعني هنه وها شفتوها البصل البنفسجية هم خليتها شكلها بنفسجية فدمرة شكلها حلو عندي وحدة باقية وهم خليتها وهي البصل اليابس هذا نسمي بصل اليابس البصل اليابس فدمرة طيب بيد الكبه شوف عزيزاتي وهذا بصل أبيض يسمونه شامعا أخضر يعني بي شكل أخضر بس يعني مو بصل أخضر هذا بصل أبيض وهذا البصل اليابس نبين يعني شكله أزرق أو بنفسجي والله ما عارف شوفوا هذا الشحم جعل تحمسه أماني يعني تحميسه شوية بسيطة تنطي على مود تخلي علي الشسم صدر مال الدجاج هذا يعني طريقتها هيتي أماني بالصدر مال الدجاج هيتي يعني تحمس أول مرة الشحم مال اللي بعدين تخلي بي يعني فوقها تخلي هذا صدر مال الدجاج طبعا إذا عدتكم لحم تخلطونه هميا شوية طيط طعم بس لحم غنم ولو هالسعي يعني يقولوا اللحم يعني صاير يخوف العالم ما جاي تشتري هالقد لحم على مدحشاكم وحيش قلبكم الحم النزفية ما يسمونها والله عندي لحم بالمجمدة يعني تقريبا صاله شهر ونص ما مشتري بلعيد همينا ما اشتري لان عندي لحم عزيزاتي وعزي هذا خلت تشيسي ما مادي خلت عليه وخلت بهارات وهذا بهارات الشسمة الأندومي فهذا مراح هادة همينا خلتها يعني خلتها فوق الشسمة فوق الصدر مع الدجاج نشوف عزيزاتي الغاليات هس عادة حمس الصدر زي أماني يعني شا قول الشن والله أنا قول الشن شكرا جزيلا الشن والتعليقات الشن الحلوة وما كو واحدة ما تعرف تسوي يعني كبة تمن أو تحمس الصدر ما للدجاج شوف عزيزاتي الغاليات شكرا جزيلا تعليقات الحلوة والله العظيم أنا أقرأ كل تعليقات كم كلهن أقراهن لا تقول أنتتنا قلب وماشية لا والله أشوف مثلا سؤال أو أشوف يعني مثلا مشكلة يعني مثلا واحدة تطلب مني دعاء أو يعني تحكي لي مشكلتها يعني أجاوب أنا يعني على هالشغلات بس مو كل التعليقات أقدر أجاوب عليها يعني بس أنت مثلا شخص واحد أنت تزيل تعليق واحد أنا لازم أجاوب على 300 تعليق 200 تعليق 400 تعليق مرات 500 تعليق يعني والله العظيم أتعب فعاد قمت أنطيكم قلب يعني متكبر لا والله ولا أحب أحد يتكبراني أضج من التكبر ما أحب يعني فما أحب أصير متكبرة وعلى شنو أتكبر عليكم أصلا قناتي جاي تكبر فضل الله وفضلكم أبد لا يعني مثلا يجيكم يوم ببالكم أنا أتكبر عليكم لا والله لو ما الله وأنتو قناتي ما جاي تصعد وشكرا جزيلا لكم والله العظيم وشكرا لتعليقاتكم الحلوة وشكرا للاشتراكات والدعم المستمر شكرا جزيلا للجديدات وللعتيجات وللوسطانيات شكرا جزيلا والله العظيم من كل قلبي حبايز قلبي أنتنا الغاليات أبد لا تقول الآن يعني بعد ما يعني أول ما ببديت بقناتي كنت أجاوب على التعليقات وهذا بس والله يعني هالوقت يعني ما دري ليش أتعب يعني أنا ترى مو عجوز شبيرة شبيرة فد مرة يعني عمري 56 سنة يعني فالعمر هذا مو عجوز فد مرة والله أكون مثلا يعني كبار كبار بالعمر الله ينطيه الصحة والعافية بس ما أدري ليش يعني هالوقت أتعب ما أدري يعني من صار قبل رمضان بسبوع يعني وقاعدت تعبت ولا مو على شي بس هسه ما شاء الله زينا الحمد لله والشكر فضلوا ودعاكم الحمد لله زينا ما بي شي بس يعني على مدى التعليقات تعذروني لأن بس أنطيكم قلب ويعني بعض التعليقات أجاوب عليهم وأني أكون ممنونة منعتكم شوفوا النغالياتي هذا بعد ما كملت خلت شسم كشمش وهالساعات قوموا تكبكب الكبة شوفوا عزيزاتي هاي الكبة وعليتها هسه راح أشوفكم شون راح تكبكبها شوفوا يعني بعد هالدنيا اشتاو هاي الفرشة شوفوا نهمين اتعا نغسلها قالت لا خلت سوي عليها كبة وبعدين نغسلها احنا طبعا بشتهم نغسل الفرشات بس ما يعني سبحان الله ما يصادف يعني أصور فقدت لها نغسل الفرشة قالت لا تنسوي كبة عليها بعدين نغسل ها شوفوا عزيزاتي طبعا ورا الكبة يومين هي رأسا غسلتها أماني والحمدلله ورا كان ما من Of يومين وفرجناها شوفوا عزيزاتي ماulan تنسوي الكبة مع آماني وأنا قاعدة اقبالها و اصورها شوفوا عزيزاتي الغاليات والله العظيم كانت فد مرة طيبة طبعا مزهمين هذي صار لها تقريبا ثلاثة وشهر هذا الفيديو البارحة بلغت انتعلل طبعا قلت لها ام اماني والله مشتهين كوبة مال ثمن موجود صدر مال دجاج بالشسمة بالمجمدة بس شسمة قالت والله تعشوف اذا باتر قلت لها نسويها مصاج خلي نسوي صاج يعني عندي كابسة مصاج ليش ما نسوي صاج يعني حتى الحبايب ملن من التمن والمرق فما عارف عادنا امكن راح نسوي طبعا هذا الطاوة اخر مرة سويت بيها هذه الكوبة وتركتها هسا عندي طاوة شبيرة تيفال جاي اقلي بيها هاي شسمها الطاوة اخر مرة سويت بيها هذه الكوبة عزيزات الغاليات وبعد قلت لها مارد هاي الطاوة بعد يعني ولو هي عميقة وتلزم يعني دهن كثير قلت لها عندنا عندي هاي الطاوة تيفال واسعة اكبر من هذي يعني واعمق طلعتها قلت لها هذي بعد هذي ماردها هاي اخر مرة نسوي بيها شوفون غالياتي الحبايب الغاليات همسح قطرة بس يعني هلوقت شوي جاعدة احاول اقضب نفسي تاما اسحق يا عزيزات الغاليات شوفين هذا الكوبة طبعا لازم اذا تقول يعني اكو بهني يقولن لي الكوبة مالتنا منا نخليها بالدهن اه تتفلش خلي الدهن يصير حار حار فد مرة وبعدين اه خلي 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 الكوبة على مود يعني اه شسمه على مود ما تتفلش لازم الدهن حار ومن تحطينها لا تقلبينها شوفي ام اماني ما جاي تقلبها طبعا اني ام اماني تقل واني سوي الزلاطة نظفت الخضروات كل ساعة شوفكم الشي اه كل ساعة شوف شن اشي مرة الخضروات ومرة الزلاطة خيار الطماطة شوفين يا غاليات قلبي والله العظيم تمانيتكم ويا انا انا تفد مرة طيبة اذا سوينا الكوبة ما تتمن احمد دهن قوي وبعدين عود احط شوفينها هاذي مؤماني شون جاي تحط الكبة ما تفلشت ولا واحدة منها تفلشت وهذا كان طبعا نحن نسوي الكبة للعشاء ما نسويها للغدة بل خصكب تتمن بس الجريش لا للغدة أما كب تتمن لأن نواشف العشاء لدون نواشف عادي سويناها للعشاء وهذا همينا خاص الغنب ولبن وشوفنا عزيزاتي وخص همينا موجود وهذا كان عشانه القبر شهرين ونص أو ثلاثة هسا تقولون اليوم مش عندهم مؤثير طلعت انه ما شهرين ثلاثة والله العظيم هذين الفيديوهات موجودات بالكين ماستر بس هسا عادي قلت والله ليش ما منتجهم مادام جاعد تمطر اليوم هم بطرة الدنيا قلت مادام جاعد تمطر الدنيا خلي انزلهم الحبايي بقلبي تاعي شوفنهن وانا يقول لشين هذا الكوبة كانت فد مرة طيبة وتمنيتكم ويانا والله العظيم وسهمكم العافية حبايب قلبي وانا ان شاء الله ما طولت عليكم هذا الفيديو واقول لكم اشوفكم فيديو جديد آخر معه الف سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة